اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على نبيه الأمور المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحضراتكم ما زلنا نستعرض شيئا من القيم الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم خير البرية ليعلمها للناس وليربي الناس عليها ومن هذه القيم التي جاء بها الإسلام قيمة حفظ الأمانة قيمة الأمانة والأمانة جاء الإسلام بتأكيدها والأمر بحفظها وصيانتها وأدائها لأهدها وحذر من ضدها وهي الخيانة ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافر أنه إذا أتمنى خالي إذا أتمنى على سر من الأسرار يخون هذا السر إذا أتمنى على مان خال هذا المان إذا أتمنى على حادثة ما يخون هذه الأمانة إذا أتمنى في وظيفته على أسرار للدولة أو أسرار الجهة التي يعمل بها يخون هذه الأمانة خصوصا عند الخصوم معها لأنه أيضا من علامات المنافر أنه إذا خاصم فجر والله سبحانه أمر بحفظ الأمانة فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها من استأمنك شيئا ذهبا أو مالا أو سيارة أو أسرارا أو أي أمر آخر الواجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تؤديها له بالطريقة السريعة وقد أخبرنا الله عز وجل عن عظم شأن الأمانة وخطورتها فقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال هذه المخلوقات العظيمة الله سبحانه وتعالى عرض عليها الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة هنا هي أمانة التكليف أمانة التكاليف الشرعية أمانة الصلاة أمانة الزكاة أمانة الحج أمانة الصيام الذي يصوم أمام الناس وبينه وبين نفسه يفطر هذا قد خان الأمانة الذي يعق والديه قد خان الأمانة الذي يسيء لزوجته وأولاده خان الأمانة الذي يقصر في حقهم خان الأمانة الذي يسئ لجيرانه أو خدمه أو لأي إنسان خان الأمانة الذي يسرب أسرار جهة عمله أو وزارته أو غيرها خان الأمانة الذي يبوح بأسرار الناس التي تمنوه عليها قد خان الأمانة وهكذا في معنى شامل وموسوع للأمانة وليس كما يظن البعض أن الأمانة تقتصر على الوديعة التي يودعها عندك الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له لما لها أمانة هذا لا إيمان له إيمانه ناقص عن الكمال الواجب إيمانه ناقص عن الكمال الواجب ولهذا حفظ الأمانة من أجل القيم التي جاء بها الإسلام واصل يسير ونعود بعده بإذن الله تعالى موسيقى موسيقى حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الذي اقتطعناه قبل قليل بعد الفاصل اليسير إذن حفظ الأمانة أيها الإخوة معنى عظيم وقيمة جليلة أمر الإسلام به ولو أن الناس حفظوا الأمانات لقلت الخصومات ولارتاحت المحاكم والسلطات القضائية والسلطات المعنية بالتحقيق ولهذا من أسباب السعادة البشرية أن نعزز هذه الثقافة ثقافة حفظ الأمانات حتى يعيش الإنسان في أمر إذا أتمن إنسان يشعر أنه سيؤدي هذه الأمانة ولن يخول هذه الأمانة بسبب ما تلقاه وفهمه ودرسه وتعلمه فمن أخلى بالأمانة وأخلى بهذه القيمة يكون قد أخلى بجزء كبير جدا من إيمانه عفان الله وإياكم من ذلك فالواجب على المسلم والواجب على المسلم أن يحفظوا الأمان ترى العلاقة بين الزوجين فيها الكثير من الأمانة فيها الكثير من حفظ الأسرار التي لا يجوز بحال من الأحوال البوح بها ولا إفتاؤها آبدا ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من شر الأزواج من شر الأزواج الذي يخضي إلى زوجته وتخضي إليه ثم يذهب يشيع سرها وتذهب يتشيع سرها خصوصيات الزوج والزوج حتى في حال عدم استمرار الحياة الزوجية لو وقع الطلاق أو الإنفصال فإنه يجب عليهم أن يحفظوا ما بينهم من الأسرار ولا يجوز لهم أن يتحدثوا بشيء من هذه من باب انتقاص الآخر أو لسائله ولهذا من عدالة الإسلام ومن قيمه العظيمة أنه يقول للزوجين بعد الطلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا ما بينكم من فضل ومن إحسان مهما كانت الأمور قد تغيرت أو أن الحياة قد تعسرت في استمرارها أعني الحياة الزوجية فديننا يا إخواني دين جاء بهذه القيم والمعاني الجليلة العظيمة وأمر بحفظها وتعزيزها وتعليمها للأولاد وأن يرثها الأبناء عن الآباء عن الأجداد وأن يرثها جيل عن جيل حتى فتعزز هذه الثقافة وتنتفي الصورة الوقيحة القبيحة التي انتشرت عن كثير من المسلمين من أنهم لا يلتزمون ولا يحفظون الأمان حدثت عن قصة وقعت في إحدى الدول حدثني أخي يعني كان مباشرا لهذه القصة يقول في شركة من الشركات شركة غير مسلمة والمسؤولون عليها أصلا غير مسلمين أعلنوا عن الحاجة إلى مدير تنفيذي في الآخره فتقدم الكثيرون صفوا صفوا إلى أن رسوا على عدد معين فقاموا بمقابلتهم وكان من هذا العدد القليل رجل مسلم فلما تقدموا كان متميز في أدائه وخبرتها لدارية وإلى آخره فسألوه يعني سأله مدير الشركة قال له لكن أنت عندك مشكلة قال ما هي قال لنا نحن نعمل يوم الجمعة نشتغل وانت عندك صلاة الجمعة شو راح تسوي؟ قال لا عادي ممكن أصليها ظهر يعني قال ما تروح المسجد وكذا قال لي العادي ما عندي مشكلة ثم صدر قرار التعيين ورفض هذا الأخي قبله شخصا آخر هو استغرب من وراح سأل إلى إن قالوا الرفض جاء من المدير العام روحنا راحنا فقال لا لا تواخذ أنت إنسان لم تحفظ أمانة دينك وكنت على استعداد أن تترك صلاة الجمعة من أجل العمل فمن كان بهذه الصفة يقول أنا شو أنا أتملك على أمانة الشركة وأمانة العمل وأنت دينك ما حفظ أمانته وصلنا وإياكم إلى الختام أخواني الكرام وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة